السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبائي بطلبة السنواء العامة طبعا النهاردة هنتكلم عن التوقعات بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى للكليات وده بناء على أرقام وعدد الطلاب ومجميع الطلاب ده مقارنة بالعام الماضي طبعا لو أنا بدأت بالمجموع ده اللي هو ربعمية واربعة درجة ونص وده تقريبا تمانية وتسعين وستة من عشرة وحقول لكم دلوقتي ليه بدأت بالمجموع ده بزات حلقين عدد الطلاب اللي حصلوا على المجموع ده السنة دي 12342 معنهم كانوا السنة اللي فاتت 8954 وده معناه ان العدد زاد بنسبة 3388 طالب عن السنة اللي فاتت عدد الطلاب اللي حصلوا على 404 درجة السنة دي 14336 السنة اللي فاتت كان 10497 وده معناه انهم زادوا بنسبة 3839 طالب عدد الطلاب اللي حصلوا على ربعمية وتلاتة ونص حلقي السنة دي 16297 السنة اللي فاتت كان 1289 وده معناه انهم زادوا بنسبة 42008 طالب حنقف هنا شوية ونشوف الدرجة اللي عندي دي اللي هي 403 ونص وده كان الحد الادنى لكلية الطب السنة اللي فاتت لو شوفنا العدد السنة اللي فاتت اللي هو 1289 لو انا قرنت العدد ده بالاعداد بتاعت السنة دي حلاقي نفس العدد ده تقريبا حصل على 404 ونص درجة السنة دي معناها ان الزيادة في الحد الادنى حتكون تقريبا درجة يعني الحد الادنى للطب السنة اللي فاتت كان حصل عليه 12089 طالب اما نفس العدد ده تقريبا السنة دي حاصل على 404 ونص درجة وبالتالي نقدر نقول للحد الادنى للتنسيق في الكليات السنة دي حيزيد تقريبا درجة في كل كلية يعني الطب البشري كان واخد 403 ونص السنة اللي فاتت من المحتمل السنة دي ان شاء الله ان هو ياخد 404 درجة ونص يعني بنسبة تقريبا 98 وستة من عشر طب الاسنان عارفين ان هو بينقص عنه نص درجة كل سنة فبالتالي طب الاسنان احتمال كبير انه ياخد السنة دي 404 درجة يعني بنسبة 98 ونص اما الصيدلة فهي هتتراوح بين 402 و402 ونص لانها كانت واخد السنة اللي فاتت 401 وده طبعا نتيجة لزيادة عدد الطلاب اللي حاصلين على درجة 402 و402 ونص لان بيتراوح عددهم السنة دي بين 20531 و22682 اما بالنسبة ليه العلاج الطبيعي فهو كان واخد السنة اللي فاتت ربعمية ونص درجة فاحتمال كبير السنة دي انه ياخد ربعمية وواحد ونص درجة وده بنسبة 97 وتسعة من عشرة في المية اما الطب البطاري فكان واخد السنة اللي فاتت 398 فاحتمال كبير انه ياخد السنة دي يعني 398 ونص او 399 وبالتالي ممكن نلاقي الطب البطاري في المرحلة التانية نيجي بقى العلم الرياضة واهم كليتين فيه وهي هندسة البترول والتعدين ودي احتمال كبير السنة دي تاخد ربعمية وستة بنسبة 99% اما الهندسة العادية فهي احتمال كبير ان شاء الله تاخد من 388 يعني بالنسبة اربعة وتسعين وستة من عشرة اما بالنسبة ليه المجموعة الادبية لو شفنا اهم الكليات اللي فيها هلاقي كلية الاقتصاد والرمية السياسية ودي احتمال كبير تاخد من 394 يعني بنسبة 96% لو شفنا كلية الاعلام ممكن تاخد من 389 وده بنسبة 94.8 من عشرة وطبعا بالنسبة لكلية السن دي ممكن تاخد من 388 ودي بنسبة 94.6 من عشرة اما بالنسبة لكلية الاثار ودي احتمال كبير تاخد من 376.5 ودي بنسبة 91.8 من عشرة طبعا الطاقة دي على حساب الدرجات بتاعت السنة دي والدرجات بتاعت السنة اللي فاتت وكمان بالنسبة لاعداد الطلبة السنة دي واعداد الطلبة السنة اللي فاتت اللي حصلين على نفس المجميع دمتم موفقين ان شاء الله السلام عليكم